عزيز المشجع الجميل هو النادي الاهلي هيتلاقيها منين ولا منين انا مش فاهم اللي بيحصل ده لما واحد منك ومن بلدك ويطلع يقول الكلام ده والمفروض انه هو صحفي واعلامي وراجل ليه مصادره وموثوكة والكلام الحلو اللي احنا بيسمعه ده ومصدر موثوك منه والحوارات دي فين الثقة في الكلام اللي بيقوله ده ايوة اسلام صادق اللي انت شايفه قدامك ده طالع عامل قصة وحوار فيلم هندي فيلم هندي من تأليفه واخراجه اسلام صادق على النادي الاهلي لا وكمان طالع يدافع عن قيم ومبادئ النادي الاهلي انت متخيل اسلام صادق طالع بيدافع عن قيم ومبادئ النادي الاهلي ضد حسين الشحات وبيهاجم ادارة النادي الاهلي على عدم تطبيقها لمبادئ النادي الاهلي يا نهر ابيض ايه يا كابت الاسلام ايه اللي انت بتقوله وايه اللي انت بتعمله يا راجل انت بقت اهلاوي ولا ايه والحي ما عارفش حضرتك بقيت أهلاقي ونحن لا نعرف عمل ماذا يا سيد إسلام صادق؟ منزلك بص طويل عريض كبير وضخم لا أعرف أن يكتبه ساعتين تقريبا ويقال في قصة وسيناريو وإحوار وكل شيء فيلم هندي حرفية عن حسين الشحات والذي عمله حسين الشحات في ماتش الوداد وقال لك مقارنة بالذي عمله حسين الشحات ورد فعل إقدارة النادي الأهلي عليه والذي عمله ميده ورد فعل الجهاز الفني وقتها بكيادة الكابتن حسين الشحات عمل ماذا في 2006؟ كلنا فكرين المشاهد المعروف ده وهو درب المثل بده وده وعمل إيه حسين الشحات ده محدش شاف أصلا محدش اهتم لا الكابتن إسلام صادق تقريبا كان قاعد معه مع الدكة وسمح كل حاجة وشاف كل حاجة عملها حسين الشحات وقام منزل البوستر اللي هنقرأه على حضراتكم دلوقت بيولي إسلام صادق كارثة حسين الشحات ومبادئ الأهل وشجاعت حسين الشحات الله عليك وعمل علامة تعجب كده وحاجة إيه لذيذة خالص ارتكب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي كارثة في حق نفسه ونديه خلال استبداله في مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي التي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة إثنين واحد عندما انفعل بشدة على قرار استبداله أثناء المباراة وظهر ذلك أمام الجماهير واللاعبين ومدير الكورة سيد عبد الحفيز وتم تصوير الواقعة بالصوت والصورة وستجاه المرسل كولر المدير الفني الذي أراد أن يركز في المباراة أملا في حصد اللقب الأفريقي والتي ستكون بمثابة عنق زجاجة في علاقة المدرب السويسري كولر مع إدارة النادي والجماهير فإذا خسر الأهل البطولة لقدر الله خسر كولر كل شيء وإن فاز باللقب فاز بكل شيء وبات مدربا تاريخيا بالقلعة الحمراء المهم أن كولر لم يبالي بما فعله حسين الشحات وظل يركز فيما تبقى من وقت المباراة وفي الوقت الذي توجه فيه حسين الشحات إلى دكة البدلاء وظل منفعلا ويتفوه بكلمات لو سمعها المدير الفني سيكون له رد فعل أكبر مما يتخيله اللاعب نفسه وحاول زملاء الشحات تهدئته على دكة البدلاء لكن ظلت ثورة اللاعب مستمر في الوقت الذي فضل فيه سيدة عبد الحفيز مدير الكرة عدم الاحتكاك مع اللاعب حتى لا تتصعد الأمور والفريق بحاجة لحصد البطولة ولكن السؤال الذي يشغلني هل سيشارك حسين الشحات في مباراة العودة ويتجهز المسؤولين معاقبته حتى لا يفقد الفريق أهم اللاعب في الوقت الحالي قبل مواجهة الحاسمة أمام الوداد المغربي من سينتصر المبادئ والقيم أم الحاجة ستكون أكبر وأهم من أي أمر آخر أذكر في أمم أفريقيا 2006 الموقف النبيل الجريء والشجاع للمعلم حسن شحاتة وبقيت البوست طبعا بيتكلم فيه عن موقعة حسن شحاتة وميدو الكلام دا كله وهسيب لكم البوست بتاعه دا في التعليقات تقروها بقى برحيطكم ولكن عندي كام نقطة بقى لازم نتكلم فيه تعال لي بقى كده وتعال أقول لك هو حسن الشحات عمل ايه يعني انت انت عمل ايه عشان خاطر تطلع تقولي الكلام دا كله حسن الشحات وهو خارج كان بيعترض على اللعيبة وعلى الهدف اللي دخل فيه وعلى عدم التمركز الصحيح كان بيعترض على حاجات للعيبة ما اعترضش انهائي على مدرب ولا على استبداله ولا على اي شيء فانت جايب للخرافات دي منين ما تفهمش ما تفهمش لا وكمام جايب يقولك ايه ان اللاعب تفوه وقال عبارات لو سمحها مرس الكلر هياخد اجراء شديد جدا اللاعب نفسه ما يتوقعوش يا راجل يعني حضرتك حضرتك سمعت اللي اللاعب قاله وتصريحات اللاعب ومرس الكلر اللي بينه وبينه متر تقريبا ما سمعوش سيد عبد الحفيز اللاعب جانبه ما سمعوش فيش حد من الاداريين سمعو المدربين سمعو فيش حد سمعو غيرك انت طب قال ايه قال ايه طيب عدم هو الناس سمعته قالوا ايه قال ايه يعني قولنا لكن ما فيش سبح سين الشحات وقام لضم في كلر كده بخباسة كالعادة وقال لك ايه قال لك ان المطش ده كلر بالنسباله عنق زجاجة وان لو خد البطولة انت جبت الكلام ده منين هل النادي الاهلي قال لك هل جمهور النادي الاهلي اصلا زعلان من كلر حتى لو خسر البطولة لا حدش هيقدر يطلع يقول عليه حاجة وكل الجمهور بيحبه وكل الجمهور عارف ومقدر قيمة وجود مرسل كلر والاضافة الفنية الكبيرة اللي اضافها النادي الاهلي خلال الفترة اللي فاتت فالنادي الاهلي مش نادي هيطلع ببسط ولا حد هيهيجه بكلمتين هيمشوا وراه كبير جدا من المدرد فده ماينفعش ان احنا نسمح به وماينفعش ان انت تطلع تقولي الكلام ده وييجي بقى في نص الفيلم الهابت ده يقولك ايه هل ادارة النادي الاهلي والمسؤولين هيلحبوا حسين الشحات عشان خاطر الفريق محتاجوا ولا هيعجبوه ويوقفوه ويبعدوه ويستبعدوه عن الماتش اللي جاي علشان خاطر المبادئ هل المبادئ هتنتصر ولا الحاجة هي اللي هتنتصر هو ايه يا عم اللي انت بتقوله ده انا مش فاهم هو ايه الخبس الشديد ده هو ايه الكلام اللي انت بتقوله ده هي دي مسندتك الاهلي يا عم انا مش عاوزين مسندة ليك ولا عايدينك اصلا تتكلم ما بدك انت مقلف قصة ومقلف حوار وطالع تقوله طالع تهاجم الادارة وتهاجم اللاعب بشكل غير منطقي وبكلام وتصريحات هي اصلا ما حصلتش اللاعب زي ما قلتلك والنادي الاهلي ما بيستناش اي حد يقوله الكلام ده ودايما عنده ليحة ودايما عنده قانون وسيستم بيمشي على التخير فمش مستنيك انت تيجي تقول الكلام ده اذا كان فعلا فعلا حسين الشحات عمل حاجة لكن بالفعل حسين الشحات كان منفاعل من موقف اللاعبه واصحابه اصدقاء وعادي جدا هو انت عايزه في نهائي ودخل فيه جنزة كده بقى اخطاء دفاعية عايزه ايه يعني يسقق فيهم طبيعي طبيعي احنا كمشجعين بلقنا وانفعلنا ولكن بعد المهدينا خلاص كل الدعم لكن انت تطلع تألف قصة وحوار على النادي الاهلي وعلى المبادئ النادي الاهلي واخلاق النادي الاهلي وفين الادارة وايه عم ايه ليه الخبس الشديد ده طب حضرتك كنت فيه لما انت نفسك كنت بتتهزق او بيتقل منك بشكل كبير جدا من رئيس نادي الزمالك فبعد التصريحات وعلى التلفزيون وعلى العالم ما تلقتش ردت عليه ليه وقتها وانتصرت للاخلاق وانتصرت للمبادئ حتى ولو بالقانون مش اقولك رد الاساقة بالاساقة خدت حقك بالقانون عملت اي موقف يتذكرلك مفيش مفيش طب لقت عادي ونفدته وكبرته وعادي لانك مش هتقدر لكن النادي الاهلي طالت قللي المبادئ واخلاق وعمل ايه فبالله عليكو بلاش السم بتاعكو ده يظهر دلوقت وعلى جمهور النادي الاهلي وما تلتفتش للكلام ده انا طالع بوضح لك وبحظر لك وببين لك مين الكويس من مين اللي مش كويس فبعد اذن جبهر النادي الاهلي التف ورا لعبتك التف ورا قدرتك ان شاء الله باذن الله كل الدعم لنادي الاهلي وفريق النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي رجالة وقدها وهيرجعهم من المغرب باذن الله ومعاهم الاميرة السمراء لايك وشير الفيديو لو شتابعنا على صفحة رهية تابعنا دوبتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته